فيديو جديد وفيديو مميز عاوزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وما تنسيش كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنا عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تنظمي بيها الماكارونا او مختلف انواع البوكاليات بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار او الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففي مختلف انواع الخضار او الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية او خاص او اي نوع من انواع الخضار او الفكهة بعد كده عندنا مفارش مكاومة للرطوبة طبعا تقدر ان انت تنظفيها بكل سهولة وتقدر ان انت تنظميها عندك في الادراج او في الدوليب وهنا عندنا الاداة اللي بتساعدك على ازالة الشعر او الوبر من الهدوم او المفارش يعني لو انت مثلا عندك قطة في البيت فالاداة دي مهمة جدا وحجمها بيبقى صغير كده تقدر ان انت تشليها معاك في اي مكان هنا معنا الغطا او الواقي الخاص باجباس الكهرباء تقدر ان انت تثبتيه بكل سهولة على اجباس الكهرباء في المطبخ او في الحمام وهو طبعا من مميزاته انه بيكون مقاوم للمية يعني بيحميلك اجباس الكهرباء دي ان هي ما يوصلهاش اي مية بعد كده عندنا رف الجدار الرف ده تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار وبعد كده تثبتي عليه كطع صغيرة بتيجي متوفرة معايا والكطع دي بتساعدك ان انت تنظمي عليه مختلف اللوازن اللي بتبقى موجودة عندك في البيت زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو نبقى عندنا منظم ومصفى للزيت يعني لو انت عندك زيت استخدمتي قبل كده تقدر ان انت تصفيه باستخدام المصفى دي بحيث ان كل بواي الاكل اللي بتبقى موجودة في الزيت ده هتتصفى والزيت هيفضل عندك نضيف بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا سلة حجمها بيكون صغير كده تقدر ان انت تثبتيها عندك بكل سهولة على اي درج او على جلاب المطبخ وترمي فيها بواي الاكل او الورق او اي حاجة تانية انت عاوزيها وطبعا تقدر ان انت تستخدمي السلة دي في الحمام او في المطبخ او في الصالة او في قط النوم هنا هنشوف مع بعض عندنا اختراع جميل جدا بيساعدك ان انت تستخدمي كل مواد التنظيف اللي عندك بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده هنا تقدر ان انت تستخدمي سائل تنظيف المواعين بطريقة سهلة وبسيطة زي ما هو دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من سلات النفاذ طبعا السلة دي بتيجي عندك بقى حجام مختلفة تقدر ان انت تستخدميها عندك في الصالة او في الحمام او في المطبخ وهنا هنشوف مع بعض عندنا مكنة الخياطة حجمها بيكون صغير واستخدمها بيكون سهل جدا تقدر ان انت تقياطي بيها كل انواع الهدوم اللي بتبقى محتاجة خياطة عندك بكل سهولة والنتائج بتاعتها الحقيقة مبهرة جدا زيها زي ما كانت الخياطة العادية بالزبط بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتع العزلة للحرارة اللي تقدر ان انت ترفع بيها اي حاجة بتكون سخنة عندك او تقدر تستخدميها تحت اي حلة سخنة او صنية او طبق سخن وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة وطريق تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحطي فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك بعد كده هنشوف عندنا قطعة حماية او مفتاح بيتثبت على الموتوساكل بحيث ان محدش يقدر ان هو يحرقوا او يسرقوا وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكارونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال المكارونة اللي انت عاوزيها هنا عندنا الطاصة الصغيرة دي تقدر ان انت تعملي فيها الطاشة او تقدر ان انت مثلا تقلي فيها بضاية واحدة يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار او الفاكهة وهي بيجي معاها اداة مميزة جدا بتساعدك انك تمسكي بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدر ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تقسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية هنا هنشوف عندنا نوع من انواع الشماعات اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على المنشر وتنشر عليها كل المليات او كل البطاطين اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة هيلة جدا من منظمات التلاجة تقدر ان انت تفرزي او تنظمي في المنظمات دي مختلف انواع المأكلات اللي تبقى موجودة عندك زي الخضرة او الفكهة او البوكاليات او اي اكلات عندك وغير كده كمان المنظمات دي تقدر ان انت تدخليها الماكرويف بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظمي فيها البناطيل او التيشورتات او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوة الدولاب هنا عندنا مجموعة من الاشريطة المصنوعة من البلاستيك اللي بتثبتيها على عجل العربية وبدورها بتساعدك ان العربية تمشي على التلجة او على الاماكن اللي بيبقى فيها تجمد دلوقتي هنشوف عندنا منظم بيكون لي كزا استخدام تقدر ان انت تثبتيه عندك في الدولاب وتنظمي بيه الشربات او الملابس الداخلية او تقدر ان انت تثبتيه في المطبخ وتنظمي بيه مختلف الاكياس اللي بتكون عندك واستخدامه سهل جدا وعملي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للبيت طبعا المنظم ده بياخد معاكي 12 بيضة وغير كده شكله جميل جدا وبيساعدك على تنظيم التلاجة واستغلال مساحات الصغيرة جوه التلاجة واستخدامه بيكون سهل جدا وبسيط بعد كده معانا مجموعة من الكوبات البلاستيك اللي تقدر ان انت تنظميها من خلال المنظم اللي بييجي معاها بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بييجي معايا فرشة بتساعدك ان انت توزيع الزيت بشكل متساوي على الحلة او الصينية بتاعتك بعد كده هنشوف عندنا اكياس حفظ الهدوم او البطاطين والاكياس دي بييجي معاها جهاز كده بيساعدك ان انت تسحبي كل الهواء اللي بيبقى موجود في الاكياس دي وده طبعا بيساعدك على توفير المساحة جوا الدولاب وهيساعدك على تنظيم الاكياس دي جوا الدولاب بكل سهولة بعد كده عندنا الكبة الصغيرة دي طبعا هي بتديك افضل النتائج اللي انت محتاجاها سواء في فرم التوم او البصل او الفلفل وهي بتشتغل عن طريق شحن اليو اس بيي وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للتوابل المنظم ده بياخد معاك نوعين من التوابل يعني ممكن تحط الملح والفلفل مع بعض وتستخدميهم من خلال منظم واحد زي ما احنا شايفين كده مع بعض وهينا معانا منظم المكسطرات او الحلويات بيجي عبارة عندورين تقدر ان انت تنظمي باللب او المكسطرات او الشوكولاتة او مختلف انواع الحلويات دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا كبة صغيرة بيجي معاها كذا طبق صغير وطبق كبير برضو تقدر ان انت تفرمي فيهم التوم او البصل او الفلفل او تفرمي من خلالها اللحمة والفراخ او تطحاني المكسطرات او التوابل يعني تقدر ان انت تفرمي كذا حاجة في نفس الوقت وغير كده بتخدمها بيكون سهل جدا وبسيط هنا هنشوف مع بعض عندنا اداة لتقطيع البطيخ والاناناس والشمام وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدى بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك اللي بتيجي على شكل بطاطس وهي بتيجي فيها خاصية المغناطيس يعني تقدر ان انت تثبتيها عندك على التلاجة وتقدر ان انت تستخدميها في قفل مختلف الاكاس اللي بتبقى موجودة عندك في البيت ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هارد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هارد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعالي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر انيتي من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة ثلاث طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات هو طبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها هو عاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولت ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسيبكم في رعاية اللي